السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ونتحدث عن مغفرة الذنوب لكي نلقى الله تعالى وهو عنا راض ايها الاحباب الكرام يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا نتحدث ايها الاحباب عن الاستغفار الذي هو معناه ان العبد يتوجه الى مولاه يتوجه الى خالقه ويطلب منه المغفرة يطلب منه الردوان فالمغفرة هي وقاية من شر الدنوب وهي دعوة للنجاة من العقوبة المستحقة بالدنوب فكل واحد منا ارتكب الله عليم به من دنوب خطايا فحينما نستغفر ربنا عز وجل فان الله تعالى يفتح لنا صفحة جديدة صفحة بيضاء طاهرة نقية مشرقة ويتجاوز عن كل خطايانا وعن كل آتامنا نحن جميعا محتاجين الى مواضبة الاستغفار حتى الانبياء وحتى الرسل بل وحتى الملائكة عليهم جميعا الصلاة والسلام كانوا يستغفرون فهذا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وكان يكثر من الاستغفار حتى قال عنه ابو هريرة رضي الله عنه ما رأيت احدا اكثر ان يقول استغفر الله واتوب اليه من رسول الله سيدنا النبي كان دوما يقول استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه طيلة النهار في الدغاب في الروحة في الغدو في الصعود في النزول دائما استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه لان الاستغفار له اهمية كبيرة في حياة كل مؤمن وفضائله كثيرة وبركاته غزيرة لهذا أوصى به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبشرنا بحديث عظيم يسمى كنز من كنوز السنة قال صلى الله عليه وسلم من آوى إلى فراشه فقال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله دذوبه من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله دذوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد أوراق الشجر وإن كانت عدد رمل العالج وإن كانت عدد أيام الدنيا هذا كنز عظيم مجرد أنك حينما ترغب في النوم وتأوي إلى فراشك تقول هذه الكلمات وأنت مستقبل القبلة أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نقولها ثلاث مرات الله عز وجل يتجلى عليك بالعفو والصفح فيغفر كل دنوبك مهما كانت كثيرة حتى ولو كانت مثل زبد البحر الكشكوشة دي البحر كثيرا لا تنتهي فلو كانت دنوبك مثل زبد البحر هذه ربنا يغفر بل حتى ولو كانت مثل عدد أوراق الشجر بل عدد رمال الصحراء بل عدد أيام الدنيا فربنا يغفر ويكرم ويمسح كل شيء لهذا نحن مطالبين أيها الأحباب الكرم أن نواضب على هذا الدكر كل ليلة لا ننساه لا ينبغي أن ننساه إذا آوينا إلى فراشنا نقول هذه الكلمات الطيبة كان سيدنا علي بن أبي طالب يقول في الأرض كان أمانان من عذاب الله وقد رفع الله أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا به فلما سألوه يا ابن أبي طالب ما هم هادن الأمانان قال أما الأمان الأول فقد رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمان للمسلمين ما دم سيدنا النبي مع المؤمنين ربنا تكفل بحمايتهم ونصرتهم وأن يوفر لهم كل الخير ولكن سيدنا النبي الآن انتقل إلى الرفيق الأعلى أما الأمان الثاني الذي لا زال وسوف يبقى مع الأمة الإسلامية فهو الاستغفار الذي قال فيه الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الاستغفار أيها الأحباب الكرام نحن في أمس الحاجة إليه لأنه مهم للغاية وربنا عز وجل يعظم الاستغفار بل قارن بينه وبين التوحيد كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قارن الله التوحيد بالاستغفار فاعلم أنه لا إله إلا هو إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ربنا عز وجل دعانا حينما نذنب أن نعجل بالاستغفار لابد أن نعجل لابد أن لا نتأخر فقد قال جل جلاله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يجد الله الله تجده أمامك غفور رحيم يا هنانا يا هنانا بهذا الإله العظيم الكريم وقد قال في الحديث القدسي ربنا يخاطبنا يا ابن آدم لو بلغت دنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك تصور دنوبك عظيمة بلغت إلى قمة السماء لكن جئت إلى الرحمن واستغفرته يغفر لك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفسه بيده لو لم تدنبوا لذهب الله بكم ولجأ بقوم آخرين يدنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم فربنا يحب المدنب المستغفر يحبه الله تعالى حتى إذا لم يكن موجود ربنا سوف يذهب بهؤلاء القوم الذين لا يدنبون كأنهم ملائكة لابد من الوقوع في الخطأ ولكن حينما تستغفر الله جل جلاله آنذاك تجلي مقام الألوهية والربوبية والعبودية فالاستغفار أيها الأحباب الكرام له منافع كثيرة في الدين والدنيا والآخرة وربنا أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وسيدنا محمد أمر أمته من بعده أن تلازمه فربنا عز وجل ماذا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظا لقلبي لنفض من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر ثم قال فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لدنبك وسبح بحمد ربك بالعتي والإبكار أعظم وصفة من أراد السعادة من أراد الطمأنينة من أراد الإيمان واليقين ليلتزم بمضمون هذه الآية الكريمة فاصبر فاصبر عندك مشاكل عندك صعوبات في الحياة عندك كروب عندك أزمة مالية عندك أمراض اسبر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لدنبك وسبح بحمد ربك بالعتي والإبكار التسبيح ليل النهار وربنا عز وجل لأهمية الاستغفار أمر به كل الأنبياء وجميع المرسلين ما في نبي ولا رسول إلا وكان يستغفر المولى ويرشد قومه إلى الاستغفار فمثل النبي الله صالح كان يأمر قومه ويرشدهم إلى الاستغفار كما قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب نبي الله صالح دعا قومه كثيرا إلى الاستغفار وتشديد الثوبة سيد نوح عليه السلام ندب قومه أيضا ورغبهم بأن الله تعالى سوف يعطيهم الأولاد والأموال والأمطار الغزيرة إذا واضبوا للاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بالاستغفار ربنا يمدكم بكل هذا سيدنا هود عليه السلام أيضا ضع قومه إلى الاستغفار ووعدهم بحصول الخيرات كان عندهم الجفاف والقهض وهجوم الجراد قال لو استغفروا ربكم يكرمكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ربنا يكرم بالاستغفار يعطيك المال والعز والقوة حتى أبناء يعقوب عليه السلام لما وقعوا في الخطية وآدهم أخاهم يوسف وجاءوا على قميصه بدم كذب في النهاية اعتذروا لأبيهم يعقوب قالوا يا أبانا استغفر لنا دنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فالاستغفار أيها الأحباب الكرام كل الأنبياء كانوا جميعا يستغفرون المولى عز وجل حتى إن سيدنا داود عليه السلام ربنا أعطاه زلفة وحسن مآب لماذا لأنه كان يستغفر وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإنه له عندنا لزلفة وحسن مآب لما وضب داود للاستغفار ربنا غفر له وزاده الله عزه وكرامه وأعطاه النبوة وزاده الملك بعد النبوة وهكذا أيها الأحباب الكرام كل الخلق كانوا يعبدون الله تعالى من الملائكة والأنبياء والمرسلين الجميع يستغفر ربه حتى إن أبان آدم لما بدأ حياته ووقع في الخطيئة انتبه واستغفر ربه وتاب إليه فاشتباه ربه فتاب عليه وهداه أما إبليس أبو الجن إبليس لم يريد أن يعلد التوبة ولا أن يلهج بالاستغفار فربنا عد وجل غضب عليه وأقصاه بل ولعنه ومن ثم فكل واحد منا إذا أدنب دنبا وتاب وندم فقد تشبه بأبيه آدم وكل من ارتكب دنبا وأصر وأقر ورفض أن يتوب ويستغفر فقد تشبه بإبليس والعياد بالله نحن جميعا محتاجون إلى الاستغفار حتى إن الله عز وجل اعتبر بأن المستغفر الله عز وجل يعطيه هدايا يغفر له الدنوب يمحي عنه الآثام والفواحش وتحل به الرحمات ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فالمؤمنون يستغفر بعضهم لبعض وربنا يغفر حتى إن الله عز وجل من رحمته جعل الملائكة صنف من الملائكة دورهم أنهم يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات إذا كنا نحن غافلين مع الأشغال ومع متاعي الدنيا ونغفل عن الاستغفار فإن الله الكريم قيد ملائكة يستغفرون لنا يستغفرون لأهل الإيمان كلهم الأموات منهم الأحياء كما قال الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم يا الله هل هناك رحمة أكبر من هذه الرحمة أن الله تعالى حتى نحن الغافلين لما نغفل ربنا يقيد لنا ملائكة ويكلفهم لكي يستغفروا لنا بدلا عننا رحمة بنا لا إله إلا الله فنحن أيها الأحباب الكرام محتاجين إلى أن نستغفر المولى عز وجل في كل وقت وفي كل حين نستغفره في الصباح وفي المساء وبين ذلك لأننا ندنب طول النهار أسمعنا تدنب أبصارنا تدنب قلوبنا تدنب جوارحنا تدنب والدنوب هذه لا دواء لها سوى الاستغفار لهذا كان الإمام الحسد المصري رضي الله عنه كان يقول أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم وفي مجالسكم فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة الله عز وجل عنده لحظات ينزل فيها المغفرة فمن كان يستغفر المولى قد يصادف تلك اللحظة النورانية فيغفر لك المولى وإذا غفر لك رضي عنك وإذا رضي عنك دخلت في حماه وكنت من أهله وخاصته الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى كان أيضا يوصي بالاستغفار وكان يعتبر ما يقع له من صعوبات في الحياة أو من عرقيل هي بسبب الدنوب ولا يمكن أن تزول هذه الموانع وهذه العرقيل والصعوبات إلا بالاستغفار كان يقول وهو كان طالب علم كان يقرأ العلم الكثير قال إنه لا يقف خاطري في المسألة تشكل علي مسألة فقهية أو مسألة فكرية أو عقدية معقدة تشكل علي فأستغفر الله تعالى ألف مرة حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال من الإشكال وقد أكون في السوق أو المسجد أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي لأن ابن تيم يقل له كيف وصلت إلى هذا المستوى الرفيع من العلم وأنك كنت تحل بعض المشاكل والإشكالات الفقهية العلمية قوية محتاجة إلى دوائر علمية إلى مجالس علمية وأنت بمفردك قال أنا لما أكن بمفردي كلما أشكل علي شيء أستغفر الله تعالى ألف مرة وفعلا جربوها أيها الأحباب استغفر ربك ألف مرة ثم انطلق إلى عملك وسوف ترى بأنك لست بمفردك معك جنود الرحمن ومعك ملائط الرحمن ومعك أهل الأرض والسماء يؤيدونك يشرح الله صدرك يزيد الله في رزقك يعلي الله درجتك يجعل كلمتك مسموعة رايتك مرفوعة وعطاؤك غير منقطع فالاستغفار علينا أن لا نغفل عنه أيها الأحباب لأنه صفات متقين المتقين بماذا وصفهم المولى عز وجل وصفهم بأنهم شديد الاستغفار لما كان يتحدث عن تحميسهم ربنا يحمس المؤمنين لكي يعملوا العمل الكثير ويتصابقوا ويتصارعوا حتى يصلوا إلى الجنة ويطلبوا أعلى المراتب ماذا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين يا سلام بعض الأهل التفسير يقولون هذه الآية فيها الرجاء الكبير لأن ربنا يتحدث عن المتقين ماذا قال أن أعدت للمتقين الذين ينفقون إلى أن قال والذين إذا فعلوا فاحشة حتى المتقين ممكن يضعف لحظة من اللحظات ويقع في الفاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ربنا في سياق مدح المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب والعافين عن الناس صفات عظيمة للمتقين لكن هذا المتقي انتظر منه في أي لحظة لأنه بشر ليس بمعصوم ممكن أن يقع في خطيئة ممكن أن يرتكس في فاحشة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فالاستغفار نحن في أمس الحاجة إليه أيها الأحباب لأنه هو الدواء والعلاج الناجح من الخطايا والسيئات وكان سيدنا النبي يأمرن بذلك ويقول يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة والصالحون كانوا يتنفسون لكي يبدو ندمهم وتوبتهم بين ربهم يستغفرونه ليصفح عنهم ويعفو عنهم ويسامحهم يدعون الله تعالى بالاستغفار أن يقل عثاراتنا ويقل زلتنا ويمحو خطايانا لأنه ليس لنا رب غير الله لا إله سواه الصالحون كانوا يقولون يا ربي إن عظم الدنوب كترة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم ما لي إليك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك ثم أني مسلم فالمسلم التقي الصالح إذا لازم الاستغفار ربنا يعطيه عطاءات قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجع ومن كل ضيق مخرجع ورزقه من حيث لا يحتسب أبشروا أيها الأحباب من عنده الهم من عنده الضيق من عنده قلة الرزق ماذا عليه أن يفعل؟ يلزم الاستغفار هذا منهج رباني لا يحتاج إلى شرح لأنه واضح وشرح الواضحات من المفضحات فالذي يلزم الاستغفار في كل وقت وحين ربنا يجعل له من كل هم فرجع ومن كل ضيق مخرجع ويرزقه من حيث لا يحتسب بل إن الاستغفار هو يعطيك الأجر الكثير من أراد أن يجمع الأجر ويجمع التواب في رصيده ماذا عليه أن يفعل؟ يستغفر لنفسه وأيضا يستغفر للمؤمنين ويستغفر للمؤمنات كالصالحون عندهم فكر جماعي لا يستغفر لنفسه فقط وإنما لإخوته ولأحبابه ولأقاربه ولجيرانه ولزملائه في العمل ويستغفر لعموم المواطنين ويستغفر لكل الناس ويستغفر للأحياء والأموات وقد قال صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كاتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة يا سلام إذا قلت مثلا اللهم إني أستغفرك لنفسي ولكل المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إذا قلت هذه الكلمة كم حسن سأنال كم عدد المؤمنين والمؤمنات في التاريخ تاريخ البشر وممن لم يولدوا سيكون في المستقبل ربما ملايير الملايير الملايير كلمة واحدة يعطيك فيها المولى نعيم كثير من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كاتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وهذا يعطيك محبة للناس تشعر بأنك تحب الناس والناس يحبونك تحترم الناس والناس يحترمونك تود الناس والناس يودونك أحسن طريقة لإشاعة المحبة والمودة والسلام بين البشر استغفر لي في غيبتي وأستغفر لك في غيبتك وسترى عجب الأشياء وهذا الاستغفار أيها الأحباب الكرام إنه يكفر المجالس يسمى كفارة المجالس قد يكون مجلس يضم أناسا رجالا أو نساء أو مختلطين يتحدثون عن كلام فيه لغط فيه طعن فيه سب فيه نميمة فيه غيبة باحتمال قد يكون الجلسة عائلية أو جلسة لجمعية أو لحزب سياسي أو جمعية للجيران أو أصدقاء أكيد كل المجالس فيها لغط وفيها دنوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا فقال من جلس في مجلسه فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تقول مرة واحدة من قالها إلا غفر له ما كان في مجلسه ذك يعني كل نميمة والغيبة التي قلناها في مجلسنا واللغط والقيل والقال تقوم ودنوبك تتحات عنك كما يتحات الورق ليابس عن الشجر فما هي الأوقات التي ينبغي أن نستغفر فيها المولى هناك أوقات طبعا الاستغفار هو مشروع في كل وقت وحين لكن يكون واجبا حينما يباشر العبد دنبا قد أقع في دنب قد ألمس دنب غيبة نميمة قد لا أغض بصري قد أكل حرام فحينما أباشر دنبا علي أن أبادر بالاستغفار ثم هناك أوقات أخرى مستحبة نستغفر فيها الله عز وجل خصوصا بعد أن ننجز أي عمل صالح مثل الصلاة لما نصلي بعد الصلاة مباشرة أقول لما أقول السلام عليكم أسلام عليكم أقول ثلاث مرات أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لماذا أتحب من الله أن يتجاوز عني ما وقع في صلاة من سهو أو خطأ أو نسيا سوف نصوم ونستغفر الله عند الصيام قد يكون في صيامنا خطأ قد نقول قد تعرضنا للقيل والقال وبشرنا بعد المحرمات ونحن لا ندري فنستغفر الله عند الصيام إذا أعطيت صدقة صدقة أعطيتها للفقراء والمساكين مباشرة أستغفر ربي بعد أداء الصدقة لعل في صدقة هذه رياء لعل فيها عجب لعل فيها استصغار للمتصدق كان أعطيها لي وكان حقره وكان تكبر عليه لعل نفسي وقع من شيء من ذلك فأنا أستغفر المولى عز وجل حتى يتجاوز عن خطايي إذا حججت أو اعتمرت ذهبت إلى الحج أو العمرة بعد العودة أستغفر الله كثيرا لماذا؟ قد يقع في حجي أو في عمرة سهو أو خطأ أو نسيان أو إهمال فرض أو سنة أو قد يكون حجي هذا فيه رياء وفيه سمعة وأقول لنسل قد حججت ولقد اعتمرت وأبدأت أتحدث عن هذه الرحلة وأظهر أظهر كبريائي وأظهر كراماتي وبذلك أكون قد وقعت في الرياء لهذا أستغفر المولى عز وجل وأحسن استغفار أن يكون في الأسحار والناس نيام في جوف الليل الناس نيام إذا شعرت بأنك مستيقب قم واستغفر ربك إما توضأ وصلي ركعات لله وإما وأنت في فراشك لا تضيع هذه الفرصة ابدأ بالاستغفار فربنا عز وجل أتنى على المستغفرين بالأسحار وهذا الاستغفار أيها الأحباب الكرام فيه صيغ كثير ممكن أن نقول أي صيغ منها هناك ما يسمى بسيد الاستغفار وهو أفضلها أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعود بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا يسمى سيد الاستغفار وهو أفضل الصيغ في هذا المطلب كذلك أن يقول العبد اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إذا وقعت في خطيئة أو اشترحت سيئة قل هذا الدعاء بسرعة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وإذا وقعت في دنب عظيم قد يكون كبيرا من الكبائر لا قدر الله لا سمح الله سنبادر بهذا الدكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كثير يا صيغة وأسهل صيغة أسهلها تكون خفيفة على اللسان تقيل في الميزان حبيب إلى الرحمن أن نقول هذه الصيغة سهلة على اللسان وسريعة في الكلام ولنا أيها الأحباب الكرام أن نتساءل عن فوائل الاستغفار وهي كثيرة ومتعددة الاستغفار يسمى سيد الأذكار الاستغفار به الله عز وجل يحط السيئات الاستغفار يزيل الهم والغم الاستغفار يسغل الصعاب ويخفف المشاق الاستغفار يحيي القلب الاستغفار ينور الوجه الاستغفار يورط محبة الله للعبد ومحبة العبد لله والقرب منه الاستغفار يطرد الشيطان ويرضي الرحمن الاستغفار يجلب البسط والسرور ويجلب الرزق وبركة الوقت الاستغفار ينفع صاحبه عند الشدائد كثيرة هي فضائل الاستغفار وتماراته واذا كان الاستغفار هو للرجال فالنساء هو مهم في حقهم يا معشر النساء الاستغفار هو في حقكم مهم جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم وصلته شكايات من بعض الناس بعض الرجال فخطب النساء ماذا قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار امرهم بالصدقة ولماذا عند الصدقة تكثر من الاستغفار فقالت احداهن لما يرسل الله نظر اليها ثم اطرق الى الارض وقال اني رأيت كنا اكثر اهل النار فالمرأة قامت جزلة قالت وما لنا يا رسل الله نكون من اهل النار فقال صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير اي ان بعض النساء في مهض الصفة انها تسب بسرعة لسانها يسبقها فتقول كلاما جارحا وتؤدي الاخرين وتكفرنا العشير لما سئل النبي الكريم عن ذلك قال تضع احدى كنا خير بعليها على ظهر كفها يعني رغم ما قدم لها من خدمات وتضحيات تقول انا منذ اعرفتك لم تعطني شيئا ولم تهتم بي وانا دوما معك في عذاب وانا دوما معك في ضياع تكفرنا العشير فاعتبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا التصرف من بعض النساء خطيرة خطيئة خطيرة تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير لهذا قال يا معشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار الاستغفار ايها الاحباب الكرام فيه خيرات كثيرة الامام الحسد المصري جاءه رجل فقال يا سيدي ان السماء لم تمطر في بلادنا وقمائننا نحتاج الى المطر هل من حل قال نعم استغفر الله فجاء اخر وجلس اليه وقال يا امام ان قبيلتنا تشكو الفقر نحن عندنا فقر التجارة في بوار لا بيع لا شراء الكل في بوار ما في اموال كساد تجاري نشكو الفقر هل من حل قال نعم استغفر الله فجاء اخر وقال يا سيدي ان امرأتي عاقر لا تلد وقد دهت عند الاطباء وعند المعالجين ولم ينفع معها طب ولا علاج وهي عاقر لا تلد هل من حل قال اي نعم استغفر الله وجاء اخر وقال يا سيدي ان ارضنا قد مطرت فيها الامطار لكنها لم تنبت شي لم تنبت اي شي جاء الجراد واكل كل شي هل من حل قال اي نعم استغفر الله فاحد الحاضرين تحجب توجه بالنقد للامام الحسن المصري قال يا امام هؤلاء الناس يعرضون عليك قضايا مهمة مشكل الجفاف مشكل الفقر مشكل الصحة في العقم في الولادة مشكل الفلاحة متوقفة وانت دوما عوض ان تعطيهم حلا علميا مفصلا تقولوا استغفر الله فعجبنا لك فقال لهم اوام قرأتم قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا فالاستغفار ايها الاحباب الكرام هو سبب لمغفرة الدنوب فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وسبب لنزول الامطار يرسل السماء عليكم مدرارا وسبب للامداد بالاموال والبنين ويمددكم باموال وبنين وسبب لدخول الجنة ويجعل لكم جنات وسبب لزيط القوة بكل معانيها ويزدكم قوة الى قوتكم وسبب في المتاع الحسن يمتعكم متاعا حسنة وسبب في دفع البلاء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وسبب لنزول الرحمة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون وغيرها من البركات في هذا الاستغفار حتى ان ابليس يتجر ويقول يا رب لقد اكرمت عبادك بالاستغفار الشيطان يقول يا رب وعزتك لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم فرد عليه رب العزة وقال وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني لا ازال اغفر لهم ما استغفروني وربنا عز وجل يفتح ابواب المغفرة على مصرعيها لكل عباده المؤمنين ولكل عباده المتقين فالله تعالى هو الغفار دو القوة المتين يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا رفيع الدرجات يا غافر الزلات اغفر لنا يا غافر الزلات اغفر لنا يا غافر الزلات اغفر لنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين نشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد اغفر لنا جميعا يا رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيته مومنا وللمومنين والمومنات يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا جميعا اغفر لنا غزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا يا رب العالمين يا بارئ المريات يا غافر الخطيات يا عالم الخفيات يا مطلعا على الضمائر والنيات اللهم اغفر لنا جميعا اغفر لنا يا رب العالمين وألهمنا رشدنا واستعملنا في طاعتك وألهمنا الاستغفار الصادق وعلم قلوبنا وألستنا بالاستغفار في كل وقت وحين اللهم واجعلنا ممن يشمله استغفار الملائكة وتب علينا إنك أنت التوب الرحيم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله